اهلا وسهلا بكم وعملين ايه واتمنى انكم تكونوا في خير حال وخير حال بالنسبة لنا في مصر انه سعر الصرف يتوزن والدولار يواصل الانهيار اهلا وسهلا اللهم زيد في الانهيار اللهم بارك في انهيار الدولار امام سعر العملة المحلية جنيه مصري فقط واحد لا غير زي ما بيتقال هنا في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها احنا اتكلمنا مبارحة على اسباب انهيار الدولار او السقوط المدوي لسعر الدولار في السوق الموازية ما بين قصين سعر السوق السوداء ودايما اقولك انه فرق ما بين سعر الدولار في السوق السوداء كاش بتبدل او بتغير او بتبيع وسعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة والبضاعة دي بقى بتختلف وتلاقي سعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة اللي هي الاجهزة الكهربائية والمنزلية سعر الدولار في السوق السوداء على السيارات ودي بقى حدث ولا حرج حدث ولا حرج ولازم الناس بتوع شعب التجار السيارات يقولولنا ايه القصة ايه القصة ومحدش يقول لي ما انا شارع على غالي انت اللي شارع على غالي ولا ديولو انت شارع على قديمه واحنا اللي اتنين عارفين شارع على غالي منين يعني انت شارع العربيات الموديل 22 و23 على غالي ازاي يعني يا باشا انا رأس مالي بضاعة حالو يعني لما السعر بتاع الدولار ينزل انت كمان هتنزل ولا لأ ده سؤال مهم لكن فيه سؤال او بالاضق طرح وانا اعتقد مما لا شك فيه انه البنك المركزي عارف اجابته وعارف هيعملها ازاي بس مهم جدا ان الناس تبقى فاهمة ومهم برضو ان الحكومة وانا متأكد برضو انها بالتأكيد يعني خط الاتصال مفتوح مع المركزي 24 ساعة يعني مما لا شك فيه انه الاتصال ما بين استاذ حسن عبدالله في البنك المركزي والدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة متصل وانا استطيع حتى ان انا اتصور انه واكيد انه كلا من الشخصين المحترمين على اتصال معه فخامة الرئيس برضو طول الوقت خصوصا بانه الرئيس نفذ الوعد اللي قاله بالزبط يوم احتفالية عيد الشرطة في مقر الاكاديمية اللي قاله بالزبط انا مش هسيب الدولار كده انا قلتها مرارا وتكرارا عشرات المرات وبقولها لك تاني فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي ما في مرة وعد وخلف وما في مرة قال انا هعمل شيء وما عملوش فاللهم سدد خطأ ايه اللي عايزين نتكلم فيه بقى او اللي حدك تبقى فاهمه بصوا يا جماعة والكلام هنا لنا كلنا مع بعض يعني السوق السودة نفسها طويل يعني تجار السوق السودة نفسهم طويل وبيلعب اللعبة بتاعت انا مش خسران حاجة ما انا عندي دولارات متستفة في الملاحات حاطتها فيش الهوامش متستف الدولارات بتاعته ميت فل واربعتاشر وعنده كمية دولارية ضخمة حلو؟ طيب مما لا شك فيه وده يمكن حضراتكم تقروا على المواقع انه المدهمات اللي بتعملها وزارة الداخلية حدث ولا أروع وبيجيبوا يعني ايه من الآخر وعملين بيلموا كل تجار السوق السودة واحد ورا التاني ورا بعضه لكن تاني التجار الكبار التقايل الحتان واللي انا قلت الاسبوع اللي فاتوا هم تعرفوا وجايين هي المسألة بتتضبط بتتضبط عشان يبقى كله عيانا بيانا بس وانا برجع عند النقطة هم نفسهم طويل يعني هيعملوا ايه؟ هيعودوا قاعدين يقولك ولا هينزل تاني ولا حاجة ده هيثبت او هينزل ينزل ينزل ويرجع يعلى تاني خد بالك ودي الشائعة الدائرة في السوق الآن سواء اذا كان في سوق الأجهزة المستقلة الكهربائية في سوق العربيات في اي سلع انت بتشتريها لو هتشتري دواية لمبة هيتقالك بص خلي بالك هو بينزل آه ونزل النهاردة وهينزل بكرة بس هيوصل لحد فين يا استاذ هيوصل لحد فين يا بيه؟ هيجي عند حتة وهيثبت وهيرجع يعلى تاني أصلا باشا الحكومة هتجيب الدولار منين؟ ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي جوه المحلات عند الناس ما بينها ما بين بعض بيتم ترويج هذا الكلام لأن السوق السودة حتنها بيلعبوا على طول النفس أنا وانت يا مركزي ونشوف مين فينا نفسه أطول أنا في رأيي المركزي مش بس نفسه أطول نفسه أطول وأزكى وفي النهاية هو يمثل الدولة في هذه المعادلة وهيقدر وأنا بقول لك المركزي هيقدر على السوق السودة طب بتوع السوق السودة يشككك يقول لك تب هو الدولار فين؟ ما حنا لسه ما شفناش فتقول له الله ده المواقع البرامج الجرائد الناس حتى الهيئات الرسمية زي البنك زي صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي اتكلموا على أنه خلاص الدولارات دخلة دخلة بتاع السودة بيلعب على إيه بقى فاندم بيلعب على أنه لما يبقى يعني لما يبقى يتم اتفاق راس الحكمة وتخش الدولارات يحلها حلان لما يبقى اتفاق الصندوق النقد الدولي ينتهي وتخرج مبالغ وتتضخف فيه الجهاز المصرفي يحلها ألف حلان لما يبقى بعدها يوصل الاتحاد الأوروبي للاتفاق ويبدأ يضخ أيضا استثماراته يحلها العشر تلاف حلال يبقى السودة بتلعب على ده بتلعب على طول النفس إلا أنه الواقع واليقين والحقيقة أنه التلات حاجات هيتمه التلات حاجات هيتمه بإذن الله سبحانه وتعالى ليه؟ أولا بالتأكيد ربنا فوق كل شيء ربنا موجود تجي تقول لي يوسف كلمني في العمل يقولك طبعا نكلمك في العمل أو أنت متصور أنه يتم هذا الحديث عن رأس الحكمة كده وإحنا بنهزر بصوا يا جماعة لا مستقبل الدول ولا مقدرات الشعوب فيها هزار الموضوع ما فيهوش هزار فندعي ربنا أنه الاتفاق يكمل بسرعة لكن هو خلاص كلها السنة وإحنا طيبين وجاي جاي إحنا بنقول إيه؟ يكمل بسرعة أدي واحد والأرقام في التمام بإذن الله إلا حضراتكم قرطوها واسمعتوها وكل ده طيب اتنين اتفاق السندوق عمليا إحنا خلويس طيب فاضل ما يطلق عليه الفاين تيونينج إجراءات أخيرة علشان تبدأ عملية التحولات والضخ إلى آخره نفس القصة فيما يتعلق بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي واللي هو مترتب على الاتفاق بتاع السندوق يعني أول ما بنكمل اتفاق السندوق يبدأ الضخ يبدأ الاتحاد الأوروبي يخش طيب هو السندوق قصته كلها قد إيه السندوق مباشرة إن شاء الله إن شاء الله سبعة مليار بدل التلاتة يبقوا سبعة طيب وجهات شريكة يصل إجمالي المبلغ لحوالي إتناشر رأس الحكمة احنا كنا بنتكلم في أنه مقدمة حوالي اتنين وعشرين اتنين وعشرين ونص طيب وبنتكلم على الاتحاد الأوروبي بنتكلم على حزبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المصري تقدر بحوالي عشرة مليار فلو إحنا افترضنا أيضا أنها على شرائح تقدر بتلاتة فأنت بتتكلم على أنه هيحصل ضخم ما بين العشرة لخمستاشر مليار في معادن قريب جدا وهتبقى دي حتة ضربة هتنيم السوق السوداء على بطنها بلا قوما بلا قوما وعليه أنا بقول مش عايز أنصح بتوع السوق السوداء بس أنا مضطر طيب المخزون اللي عندك اخلص منه المخزون اللي عندك اخلص منه النهاردة الصبح الناس كانت بتتكلم في تسعة واربعين وفي خمسين إنبالح كانت تلاتة وخمسين النهاردة الناس كانت بتتكلم في تسعة واربعين وفي خمسين هديك تقولي بس أصلي فيه تطبيق باللي وش رميته التطبيق ده اللي عاملينه بتوع السوق السوداء وقصديا عشان خطر يحسسك إنه مفيش حاجة لكن عمليا ساعة التنفيذ على رأي كلمتهم الشهيرة يعني ساعة التنفيذ وقل لك خمسين يا باش قس انت حبيبي خمسين ونص تسعة واربعين تسعة واربعين ونص بيتكلموش في رقم أكتر من كده بل إنه ذهب البعض للتخلص من اللي عنده على تمانية واربعين مش كتير بس ده اللي حصل طولة النفس بتاع السوق السوداء هتنتهي لأنه هيكتشف الأخر خالص إنه هم مش قد المركزي المصري على الإطلاق ولا قد الحكومة اللي بدأت مفاوضات شديدة الجدية خليني هنا بقى بالمناسبة وقابة قوسين أو قدنا من انتهاءها يعني أو قل انتهت خليني بقى هنا أخد على التليفون الدكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي الكبير أهلا بيك يا فندم مساء الخير يا أستاذ يوسف إزاي حاضر إزاي الصحة يا أستاذ مصطفى عامل إيه يا فندم الحمد لله والله ربنا يخليك يا رب حدثنا وأسهب القولة يا دكتور وما تخبيش علينا حاجة فضل إحنا عايزين نتكلم شوية على مسألة ما هو السر الرئيسي وراء انهيار سعر الدولار في السوق الموازية ويجي جنبها يمكن سؤال استكمالي إلى متى يستمر الانهيار ولا هو انهيار لحظي زي ما بيروج البعض وسوف يعود الدولار في السوق السودة لسابق أسعاره طيب شوف يا فندم خلينا نقول من يوم الأربع الماضي كان فيه ملامح ظهرة أن البنك المركزي المصري في اجتماعه لجنة السياسات هيتخذ قرارات وفق البرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من يوم الأربع يا فندم والسوق السودة انتشر فيها الكلام وابتدى يكون فيه تراجع من الأسعار اللي احنا بنقول إن احنا بنسمحها منهم ناس بقى بتقول لك رقم فلاني وناس بتقول لك رقم فلاني وناس بتقول لك رقم فلاني وناس بتقول لك أرقام كده خرافية وكنا دايما بسألهم لو سمحت حد يقول لي القيمة العدلة للرقم اللي انتو بتقولوه فكانوا بيرد عليك يقول لك ايه ده وفق العرض والطلب تبتقول لهم مين بيوزن العرض والطلب ده يقول لك السوق السودة عارف حضرتك اللي هي الدائرة المفرغة تسألهم طب مين ماسك السوق السودة يقول لك العرض والطلب كلام بعيد عن أي رؤية اقتصادية ولا فكرية ولا حتى ثقافية ولكن كان للأسف بيستغلوا الناس والأسف كمان الناس تأثرت بالإشعات وكثير من الارتباك اللي بيحصل في الأسواد من يوم الأربعة يا فندم يوم الخميس البنك المركزي أصدر تعليماته برفع سعر الفايدة وكان في نفس اليوم إن تقريبا تم الاتفاق المبدئي حوالين برنامج للإصلاح للاقتصادي مع صندوق النقد الدول حلو من يومها يا فندم بقى وانت بتسمع كل يوم في نزول في نزول في نزول لدرجة يا أستاذ يوسف الجمعة اللي ما كانش الناس اللي انخفاض زي ما حضرتك شايف كده من تلاتين لاربعين في المية كويس ده انخفاض لكن الانهيار لما هيخش البنك المركزي يقفل العملية دي النهائية يقفلها يعني يعمل يا دكتور مصطفى يعني لازم هيحط سعر صارف هتخش البنك بكرة بعده بعد بكرة اللي هو ان شاء الله اللي حضرتك وكلنا بنتكلم فيه أيام معدودة هتلاقي ما فيش كلام اسمه السوق السودة أروح البنك ألاقي احتياجاتي خلاص هتبقى يعني قضي الأمر طيب ان شاء الله بتوع السوق السودة دايما بيعتمدوا على قصة اللي هو ايه سيبكم من الإعلام سيبكم من الصحافة ما تصدقوش كلام الخبراء الاقتصاديين احنا اللي بنقولكو وهو ده السعر ويسيبك من الهبوط ده ده هبوط لحظي وهيرجع تاني لكن أنا هنا بسأل دكتور مصطف هل هناك أي شك فيه اتفاقنا مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي ما تزعلش مني يا أستاذ يوسف الاتحاد الأوروبي هو اللي أعلم مش حلل اللي أعلم بس كده ده الاتحاد الأوروبي نزل بيان رسمي وقبلغ الدولة المصرية عن طريق وزارة الخارجية صح بما يقرب من رقم العشرة مليار دولار تقريبا أنا بقرب الرقم لأنه هو باليورو الرقم باليورو فأنا حولته لدولار أنا بقولك تقريبا الرقم تم إبلغ به الدولة المصرية بعشرة مليار بما يقرب بعشرة مليار دولار دي نمرة واحد حلو نمرة اثنين يا فندم المؤسسات الأجنبية وحضرتك يعني أشطر مننا بكتير لا يخدم العصر بلغ كده حضرتك ويفتح على كل المواقع الأجنبية بيتكلموا زي ما حضرتك تفضلت إن الاتفاق اللي وسل بين صندوق النقد الدولي وبين الدولة المصرية في حدود في حدود العشرة مليار دولار هم هيكونوا أقل نقدا يعني هيدفعوا جزء كبير منه خلال البرنامج الأساسي وفي حوالي ما بين 12 إلى 14 بين الشراكات فهلو انت جمعتهم الاتنين هيعملوا حوالي قرب العشرين مليار دولار طبعا دول على فترة زمنية طويلة أيوة على فترة زمنية ممكن تكون سنة اثنين بس فيه كاش داخل جوة الجهاز المصرفي وحتحصل عليه الدولة المصرية خلال إن شاء الله الشهر الحالي خلينا أكبر المدة شوي الشهر الحالي اللي هو قبل رمضان أيوة قبل رمضان إن شاء الله قبل رمضان إن شاء الله علشان يكون تم الانتهاء من المعضلة اللي كانوا دايما بيتلعبوا بيها أمام إيه الناس الأمر التالت وطبعا ده من الجهات الاستثمارية إن فيه مشروع كبير بيسمى رأس الحكمة تم تأديره أكتر من 22 مليار دولار حيخش يستثمره فيه شركائنا إخوتنا الإماراتيين والسعوديين والأجانب مع الدولة المصرية اسمه يا فندم مشروع مشروع استثماري كبير مشروع استثماري كبير اسمه رأس الحكمة تمام كل ده النهاردة بيديني ثلاث شهادات في غاية الأهمية واحد إن شركائنا من صندوق النقد الدولي بيرجعوا معاك وبيقولك إن أنت على الطريق الصح بس شد حيلك يلا جميل هتقولي النهاردة كان بعثة البنك الدولي كان بتقابل دولة رئيس الوزراء من خلال من خلال ساعة ساعتين حلو جدا يعني البنك الدولي كمان مع دولة رئيس الوزراء يعني إن شاء الله خلاص دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء الشهادة التانية فاندم إن الاتحاد الأوروبي شايف إن إحنا فعلا دولة قدرة على زيادة المشروعات والاستثمارات ولكن عندها ما بيسمى بالتعصر المالي يعني عندها أزمة مالية من ضراء الأحداث الخارجية فأنا أحاول أخرجها من أزمتها المالية طبعا أنا مش زي زي اليونان لأنني مش عوض والتحاد الأوروبي لأنني مش في أوروبا بس زي ألمانيا عملت مع اليونان خرجتها من تعثرها المالي علشان تقدر تستقنف المصار الاقتصادي بتاعها صباح دول كان عندهم حزمة تخطط الربعمائة مليار يعني ده كان حاجة عظمة دي وطبعا كانت الأوضاع الاقتصادية مغيرة للوضع الحالي يا أستاذ يوسف بكتير بكتير ثالث حاجة وثالث شهادة بالنسبة خلي بالك النص فرحانة بالمشروع اللي هو راس الحكمة أيوة أنا فرحان لكن أنا فرحان باللي بعده كمان يا أستاذ يوسف إن فيه شهادة ثقة إن إحنا الحمد لله عندنا مصدقية مع شركاءنا أيا كان المستثمر بيخش يحط عندك المليارات دي عشان يشتجر عشان شايف النسوء الكذبان وكوي طبعا طبعا وياريت إحنا نشتغل على كده يا أستاذ يوسف الاستثمار بتاع ما تم حتى الآن إن أنا اقتصاد موثوق فيه حقيقة دكتور مصطفى أنا مش عارف أشكرك إزاي كل شكر لك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي المعروف طبعا والكبير دكتور مصطفى أكد لك على ثلاث حاجات أكد لك على الاتفاق على استثمارات راس الحكمة أكد لك على الصندوق النقد الدولي أكد لك على الاتحاد الأوروبي تعالي بقى أنا هقول لك كلمتين بسرعة كده قبل الفصل في الحاجات اللي زي كده ويشهد الخالق علي أنا عمري ما بهبد عمري ولا عمري هعمل كده صدق أخي قال لك بلا بلاش مهم يعني تعالفين إحنا أربعة إخوات فبعض من إخواتي خدوا موقف ضدي قال لك بص آه هو يوسف كان شاطر في الكلية بس هو ما اشتغلش بالاقتصاب بعد ما خلف ماشي أوكي طيب تعالوا بقى إيه نشتغل دلوقتي إذا حبين أنا عملت الهومورج بتاعي الهومورج بتاعي مبارح تحديدا كان جولدمن ساكس الهومورج بتاعي كان جي بي مورجن الهومورج بتاعي الواجب اللي عدت أشتغل علي مبارح بالليل جولدمن ساكس جي بي مورجن وول ستريت جورنل ايكونوميست ايتانيا يوسف سيتي جروب بلومبرج وحاجة كمان آه وصندوق النقد الدولي سبعة أنا أعدت أراجع البيانات الصدرة على المواقع الرسمية للسبعة أقول مرة كمان أقول مرة كمان صندوق النقد الدولي أدي واحد آه طبعا والاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي ما كده تماني صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجولدمن ساكس وجي بي مورجن وبلومبرج وول ستريت جورنل و سيتي جروب والتمنى أنا بنسح دايماً حاجة في النص المهم سبعة تمانية الكل دون استثناء على الموقع الرسمية يتحدث عن اتفاق السندوق ويتحدث عن الاتفاق بتاع الاتحاد الأوروبي باعتباره واقع واقع وبلومبرج كده تمانية واقع ده نمرة واحد طب نمرة اتنين بدأت وإيكونومست مجلة إيكونومست بدأت أكمل في القراية قاعد عايز أجمع عشان أجل حضرتك أقول لك كلام ما يجيش عيال بتاعت الإخوات يقول لك يا عم ده بيهبت ده بيقول ده بيعمل ما حصلتش تاني فإيه بقى تطلعاتهم وتوقعاتهم المستقبلية لعام عشرين وعشرين للاقتصاد المصري أدنى توقع أدنى توقع كان ثلاثة وستة من عشر أعلى توقع كان خمسة وثلاثة من عشر ده معناه أنه في 2014 تصل بالمتوسط لكام لو قلنا ثلاثة وخمسة تمانية يعني تسعة يعني إحنا بنتكلم في متوسط قد يقترب تبقى ليهم هم على مواقعهم الرسمية وأرجوك دور وراي يا أخي أربعة ونصف في المية معدل نمو الاقتصاد المصري فاربعة وعشرين هتيجي تقولي بس أربعة ونصف في المية أقولك استنى أربعة ونصف في المية في كل اللي بيحصل ده لأ ده إحنا أبطال بقى أنا كده بقولك للينا هو وهنا نشد على يد الحكومة ونشكرها جدا في ذلك لأنه هم قالوا هذا النمو مدعوم بإصلاحات اقتصادية جدة ده تبقى لكلامهم إصلاحات اقتصادية جدة ده اللي هم قالينه اتنين صادرات الغاز والمواد البترولية تلاتة أن الحكومة تعمل على الحكومة المصرية ما بكلم بقى لك الحكومة المصرية تعمل على زيادة الصادرات لإيه بقى لتقليل الفجوة أو الهوة في الميزان التجاري بتاعها ما بين الصادر والوارد صادرات وواردات حلو كده حاضر في السريع بقى قالك ولكن يبقى تحدي كبير وهو إيه معدل التضخم دي بقى اللعبة اللي لازم تلعبها الحكومة لأنه علشان أخفض معدل التضخم أنا لازم أعمل شوية حاجات في السريع واحد لازم أحكم الرقابة على الأسواق والضربة بيد من حديد مفيش فيها أهزار مفيش فيها أهزار وعمري ما هعرف أخفض معدل التضخم غير لما أخد الخطوات دي اتنين أنا لازم أزود أزود المدخل المصري في أي منتج تم الصنع ما قلش المنتج بتاعي تم الصنع وهو 60% منه مدخلات مستوردة ما ينفعش فلازم أزود المدخل المصري في المنتج تم الصنع طيب وأبدأ أزود الصادرات بتاعتي وفكر في حاجات جديدة متعلقة بحوافز التصدير مش لمجرد أن أنا صدرت في بعض المصدري بيصدر وبيجيبش الفلوس حطها في حسابة بره ولو جابها حطها في حساباته شخصية جوال بلوك ما أقدرش ألمس فأنا عمليا ما استفدتش كدولة يعني أو جهاز مصرفي أو سيولة نقدية أجنبي أنا ما استفدتش طيب تلاتة وهو المهم عقد المزيد من الاتفاقات أنا برح قلت لك إيه قلت لك فيه اتفاق بإذن الله بإذن الله ما بين مصر والمغرب ده اتفاق تصنيع وتكنولوجيا وتوطين تاريخي تفاصيله إيه ما أقول لكش أنا من أنصار أن في بعض الأمور عليها أن تبقى فيها شيء من السرية بص هو حاجة متعلقة بتصنيع العربيات والمعدات التقيلة والموتورات الديزل والعربيات الكهرباء في حدوطة كبيرة كده بتحصل ما بيننا وبين المغرب واعتبرني أن أنا ما قلتش السر فاصل ونكمل الكلام أيام أو أسابيع قليلة وهتبقى الفلوس موجودة في البنوك خلي بقى بتقعد السوق السودة يشربوه أخضر لا يطحنوه ويشربوه بدل الشاي كل سنة وتطيبين شوف بقى اللي يجي يقولك أصلي ده السعر إيه اللي مش عارف إيه تعايز تقولي أنه حديد عز ينزل السعر 5300 وشوية علشان السودة ما نزلتش لقى طبعا هو لو ما كانش متأكد أنه سعر الدولار نزل فعليا ما كانش نزل في أسعاره سعر طن حديد عز بيتراجع لـ 51 ألف جنيه أو أقل قليلا أنه نزل حوالي من 55 وشوية نزل تقريبا بمعدل حوالي 5300 يعني تقريبا حوالي 50 ألف جنيه تبتتكلم على أكبر شركة لإنتاج حديد التسليح في مصر وأعتقد في الشرق الأوسط يعني أعتقد أنها أكبر في الشرق الأوسط لو في تأديرات أخرى قد تكون منها الأكبر لكن في النهاية ده حديد عز ختم الجودة في الحديد عز الحديد بتاق هينزل السعر محبة يعني أكيد لا ده شغل ده بيزنس لما يلاقي أنه سعر الدولار بينزل في السوق السوداء أيها خلاص انزل بالأسعار وهي في النهاية خلاص برضو هو بيزنس ما أنا لازم أشتغل لازم أنتج ولازم أصرف المنتج اللي عندي ولازم يروح على الموزعين ومن الموزعين يروح على التجار ومن التجار لازم يروح على الشركات بتاعت الإنشاءات والمؤولات لازم أبيع ولازم أشتغل لعل بقى أي منتج آخر سواء زكاة للحديد أو لغيره يفهم القصة ويعرف إنه الزكاء المنطق الطبيعي في إن أنا أنشئ بيزنس وعايز أكبره أو أخليه مستمره ورائج وبيكسب إن أنا أعمل كده أعمل زي ما عمل الناس بتاعت حديد عز سعر الدولار في السوق السوداء وقع إنزل بسعر الحديد نحن كنا دايما بنقول إيا يا جماعة على الحديد ولا غيره نقول لك الله هو السعر بيزيد كل شوية في أي حاجة يقول لك ما سعر الدولار عمال يزيد طيب هو لما السعر الدولار بينزل ما بتنزلوش أسعاركو ليه الحقيقة أهو أول شركة تستجيب فوريا بل وفعليا في الواقع وخفضوا أسعاره دي حاجات خالة برافو أنا عايز أشوف ده بقى في بقية السوق وما تقنعنيش ما تقنعنيش إنه حديد عز مش فاهم مجرايات السوق وطبيعته العقل حلو يعني طيب أنا بقول لك الكلام ده عشان بس تبقى فاهم إنه الكلام اللي بتقلك من تجار السوق السودة كذب هينزل شوية وبكرة يطلع كذب وحبسين البضاعة جوه مخزينهم ومش عاوزين يطلعوها عشان يخوفك زيادة فتعد تزن عليه أنا عايز التلفزيون أنا عايز التلفزيون أنا عايز الغسالة أنا عايز التلاجة فاهمني؟ فايجي يقول لك إيه طب بص أنا هدور لك على شوفها لك عن دوحة حبيبي طب هي سعرها كامة كوماندا عشر تلاف بس أصلها مش من عندي يقول لها هيطلعها ده حبيبي ولازم بوده يكسب بص هطلعها لك على 14 كل سنة وطايل كلام فاضي يعني أقول لك شووش منهم حاجة سيبوه تحلنا نروح بقى الموضوع تاني وهو موضوع مخيف مخيف فيديو لمجموعة من إخواننا الذين هيعملون بمنطقة سقارة بيظهر طريقة مخيفة مرعبة للتعامل مع القطع الأثرية يعني أنا أحب حتى أن إحنا نطلع الصوت كمان هاتلي مش عارف واحد إيه كذا بيش صوت لا ده مهم الصوت ده جدا بتتحط القطع على التربيزة اللي حضراتكم شايفينها وبعدين هاتلي مش عارف واحد مش عارف أقل اسم حاجة يعني اسم حد من الملوك أو الكهنة أو المهندسين يعني مهم يعني أنه هو صاحب التمثال هاتلي واحد كذا من عندك يعني هاتلي واحد شايميزة ولا يه ماشي سيبك من المصطلح ومن الطريقة فييجي أفص في قطع أسرية أفص في قطع أسرية ما فهمتش أنا بصراحة الكلام ده بقى خالص والحاجات بتترجه وبتخبط في بعضها وبعدين بتترس على التربيزة وبعدين أشوف تابوت ملقة كده على جنب وكأنه إيه يعني خشبة الحانوتي فأبص أفص بلاستيك عادي جدا وبنرمي الحاجة كده نحطها على التربيزة بعدين أنا بقى نستيفها إن شاء الله فأنا ما فهمتش ما صراحة هذا الفيديو عن إطلاق لدرجة أن أنا ظنيت أنه ده ظهر قلت ده أكيد الكاميرا الخفية والله ما بهذر وبعدين بدأت أفكر لا لا كاميرا خفية لا ده مش الكاميرا الخفية ده يعني لا مش صحيح دي ممكن تبقى حاجات رابليكة الله لا دي مش رابليكة وزارة السياحة والأثار طلعوا بيان حول هذا الفيديو قال لك فيه إيه بقى قال لك ردا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الأثاريين بمنطقة أثار سقارة بعرض مجموعة من تمثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر فإن المجلس الأعلى للأثار بيؤكد على إن ما تم تداوله عار تمام من الصحة حلو وإن من مسئوليات وواجبات كل أثري الحفاظ على أثار وتراث مصر ولا يمكن الإضرار بها حيث أن كل قطعة أثرية يتم اكتشافها أو عرضها هي جزء أصيل من تاريخ مصر صح وهويتها وحضرتها العريقة مظبوط التي ليس لها مثيل في العالم حلو وأن هذا الفيديو المتداول يعود لعام 2020 خلال أزمة جائحة فيروس كورونا أنا مش فاهم بردو وكانت جميع المناطق الأثرية مغلقة أمام حركة الزيارة في إطار سياسة الإغلاق المتبعة ومحدش قال إن دي زيارة دي بعثة أثرية دا اللي احنا فهمنا من الفيديو يعني وكانت حين ذاك تقوم البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى الأثر باستكمال أعمال حفائرها بمنطقة البوبستيون بسقارة طيب صح يعني كان في بعثة أثرية وذلك إيمانا بدور المجلس في الحفاظ على توراث مصر جميل واستغلال فترة إغلاق المواقع الأثرية أمام حركة الزيارة لإجراء أعمال حفائر والترميم والدرسات اللازمة بيكملوا بيقولوا وقام أثاري البعثة بعرض هذه التمثيل على طاولة بصفة مؤقتة لإجراء أعمال التنظيف المبدئي قبل نقلها للمعامل الترميم أيوة يعني أنتوا يا جماعة تعالوا نسمعها الفيديو البيان ده اللي أخبطني زيادة بصراحة تعالوا نسمعها الفيديو يا جماعة زنة زنة ما أنت عندك كتير مهاما ما تزنة لا لا زنة بس أنت كتير زنة كده وزنة كده طب يلا بس حبت كل اللي عندك هلنفقه في الآخر هلنفقه في الآخر هو كده كده أنا في خنافة شو اقدرоко رجالة ها هذه الرجالة سافة ها هو ها اقدرقه clients اقدرقا leather وك BILLION سورا ывают ها موسيقى موسيقى بالراحة بلاش ايدي اكتبان بلاش ايدي اكتبان يا سامر انت راجل فن يعني قددني لا هاتوا علي هاتوا علي هاتوا علي طبعاً احنا كنا في الكورونا ماشي ودي البعثة الاثرية ماشي وانه كنا بنحط الحاجات على الطاولة تمهيداً لترممها يعني بنعمل التنظيف المبدئي ماشي خلوني افهم انا مش عايز ايه قدلي بدلوي قبل ما افهم دكتور محمود حامد الحصري الخبير الاثري اهلا بيك دكتور اهلا بيك وصير ازيح حضرتك فندم عامل ايه كله تمام كله تمام وعد بس رأي حضرتك ايه في هذا الفيديو وفي البيان ايضاً انا بس احيث لو يعني اوضح حاجة لحضرتك يعني حاجة مهمة جداً ايه انا الاول حقول لحضرتك على حاجة بسيطة وبعد سيطة هعقد على الفيديو اللي حضرتك تمام طبعاً اول حاجة حضرتك بالنسبة للحخير اللي بتتم احنا عندنا في كل بعثة او يعني سواء في المسلا في الطربة الثونية او في الطربة الرملية او في المواقع اللي هي المواقع اللي هي السخرية اللي هي موجودة في سقارة وخلافه اللي هي المقابر اللي ملحوطة في السخر او في الجبل او خلافه كل بعثة بيبقى لها طريقة شغل معينة بتختلف عن الثاني تمام؟ ده طريقة الشغل لكن بعد الاكتشافات الاثرية انا لما بيبقى عند اي اكتشاف اثري حضرتك في مواقع اثري اول حاجة انا بعملها ان انا بصور القطعة الاثرية فانا بس عشان اوضح لحضرتك يعني فانا اول حاجة بعملها بصور القطعة وهي لسه في بطن الارض اذا ده تربة ثونية تربة رملية في اي مكان بتصورها حلو جدا بعد كده باخد القطعة دية لحضرتك وبديها رقم اسمه رقم حسائر رقم الحسائر ايوه وبعد كده بدخلها الترمية انا ليه بديها رقم حسائر حضرتك لان قد يكون ان انا عندي قطعة مثلا متهالكة او عندي قطعة مثلا من الحجر الجيري متشطعة بالمية ماشي فمجرد القطعة دي ما بتطلع الشمس بتبدأ تتفتت تبدأ تتفتت لو انا ادت لك لو انا ادت القطعة دية رقم سجل انتا انا هتحسب القطعة دية حلو انا عايز ارجع هنا بقى انا فهمت بس وفهم الحلقة انا برضو عشان اكمل بطس لحضرتك هذا بس مهمة قولي الحلقة مهمة طيب انا انا بعد ما بدأتها حميني خلاص القطعة تمام وراحت الترميم وتعاجت تبقى بعد كده حضرتك اسجلها في كشف عندي لحد ما انتهي من موسم الحسار اللي هو موجود عندي كويس يعني انا بعد ان اذا بوضيها ترميم خلاص القطعة ترميم ماشي تابدى ااخد القطعة دية تفتتها تشفي تاني آآ تمام لحد ما بدأ انهي موسم الحسار اللي شغال عندي ماشي عشان بعد كده ابعد القطعة للمعدم المتحفي واضيها رقم سجل والقطعة نفسها ينكتب عليها جميل طبعا حديث ابقى نرجع للفدل اللي حضرتك بتتكلم عليه ايه احنا حضرتك برضي يا سيسوس الضيمة حضرتك عارف ان ان الناس بتحب يعني بيفتم بالحاجات اللي هم يعني مايعرفوهاش ام يخاموهاش ماشي ان هو عادي عارف بيبدأ يتكلم ان هو مش عارف هو بيتكلم عن ايه يعني اول حاجة اه احنا لما شفنا الحاجة الهدو ده احنا ممكن يكون فيه حاجة ايه ثانبية بس بس مش احنا عندنا مرملين على اعلى مستوى عندنا اثاريين على اعلى مستوى دكتور محمود دي 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 دكتور محمود دكتور محمود انا من اكتر الناس اللي مؤمنة بان انا عندي اهم واعظم علماء ايجيبتولوجست عارفتهم البشرية حتى هذه اللحظة انا مؤمن بدا جدا وبقولك ده على حاجتين حاجة منهم باعتباري مواطن مصري عادي بس بحب البلد بتاعتي بحب حضارتي الى اخيره من ناحية تانية كمزيع فده جزء من شغلي ان انا حاول افهم عن الموضوع اللي بتكلم فيه الحاجة التالتة كوكيل عن لجنة الاثار في مجلس النواب فانا عارف اللي حضرتك قلته من شوية وعندي دراية بسيطة طبعا مش بعلم حضرتك حول مسألة الاثار ازاي بنقدر بنعمل حفاير البعثات اللي بتيجي واقدر اقولك عدد البعثات اللي موجودة وجنسياتها من وقع عملي البرلماني لكن السؤال هو ايه 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 لا انا سؤال يا فندم على رأي حضرتك في هذا الفيديو ايه يعني لما يجي البيان يقولي ده كان ايام الكورونا انا مش هشكك بس اول حاجة هتيجي هو فين الكمامات بتاعت الكورونا مش موجودة طيب الاثاريين مش خايفين على نفسهم ايه اللي حضرتك لحظته سلبي اللي حضرتك كدكتور محمود حمد الحصري الخبير وعالم المصريات قولي ايه اللي لحظته يا فندم سلبي في هذا الفيديو واسيبك من اللي انا لاحظته مش موضوع اللي انت حضرتك لاحظت او اللي انا لاحظت الموضوع يا فندم سلبي فينا معناه وحضرتك اعلامي كير العفو يا فندم انا اقل الناس كلها وعند نتعلم من حضرتك طبعا لا يا فندم العفو مش كده والله على فكرة الناس العلماء الناس الاثاريين اللي موجودين في الفيديو دلت والله يستاني اثاريين على اعلى مستوى ويمكن حضرتك ممكن تكون بتعرف شخص مأنات منهم حدت هو انا بس يعني ايه انه ممكن اللي تايق الناس اتعايد اقول له حضرتك على حاجة فيه ناس لها غرض معين اللي هما يجيبوا فيديو متصور من الفين وعشرين ويبقوا يتصدوا الوقت صح انا معاك انا معاك والله بص انا عرضي على السلام حضرتك انا انا بقول لك انا واحد من الناس بيتجاب لي فيديوهات من الفين وسبعتاشر اتخيل ماذا باركنا طيب هل احنا اي انسان فينا مش معارض ان هو يخطط اه يعني احنا بنت عايزين نيصل من النقطة بيه تمام قد يكون ان هو مثلا ايه اولا عشان تكون في الصورة ان التمثيل القشابتي اللي موجودة ده اللي موجودة دي دي مفيش ما فيهاش حضرة عضوية هما كوني الفكرة اللي طرحوا الموضوع وتكلمهم اتكلموا على المسئتين انا قولهم لحضرتك قول لي فانا قالك ان فيه قطعة اه يعني اثار عضوية حقوق افضل ثانيا قالك ان ان الاثار دي معارضة للسرقة معارضة للسرقة ازاي جماعة وانا هو حاطس في السرقة اولا دلوقتي لما تعمل لا سيبك من انها معارضة للسرقة اولا حاجة سيبك ماش تمام ماش تمام هما بس بيتكلمهم ان ازاي انت بتحط القطع القشابتي اولا القطع دي مصنوعة من مادة البيان يعني يا اما هي تبقى القشابتي اللي موجودة عندي ده يا اما ما نحوط ما نحوط مثلا من حضر جيري او ملحوط مثلا من حضر جيري او ملحوط من اي نوع من الحضر او مصنوع من البيان انا هقول لحضرتك يا دكتور علشان ماخدش من وقتك اكتر مما يجب وانا اعلم انه وقت العلماء سمين انا شايف قدامي افص بلاستيك بتلاتة مليم محطوط فيه اثار لا تقدر بسمن فده بالنسبة لي غريب سبنا من انه محطوطة في الافص البلاستيك بتلاتة مليم لو حضرتك يا دكتور محمود ومعالي الوزير ودكتور مصطفى وزيري وكل علماءنا الاجلاء والوزير الذي يعلم كم محبتي محبتي واحترامي الاثنين لي وما كانش في عهده بالمناسبة وحتى الوزير السابق صديق عزيز وحبيب لقلبي جدا انا شايف قدامي فيديو محطوط فيه قطع اسرية فوق بعضها واسمع صوت قرع القطع مع بعضها البعض بما يهدد بالتلف الحاجة بتخبط في بعضها يعني اخويا اللي شايل الافص وهو بيطلع التمثال بيخبط في التمثيل التانية هيا ممكن يحصل خدوش وممكن يحصل تصدع في التمثال نفسه وممكن يحصل شروخ وممكن تمثال يكسر بالكامل ده سؤال ازاي يعني انا ازاي بتعامل مع الاثار بتاعتي اللي مفيش منها في الدنيا انا ممكن الاقي اعمدة رومانية في حتة كتير في الدنيا الاقي اعمدة رومانية بتوسع هناك قبل ما فيه حاجة اسمها بريطاني هلاقي عميدة رومانية في ألمانيا من وقت ما كانوا بيتوسعوا على الأراضي الجرمانية هلاقي عميدة رومانية مش هلاقي الأثار دي في بقعة أخرى غير في مصر فبتعامل معاها للأسف ده اللي أنا حاسه بقى ما قداش أجزم بتعامل معاها على أنه ما فيه منه كتير فجاي بقفص وقعد عمال بقلب فيه كده وبطلع يعني نقص نقوله مساء الفل ألا يستوجب هذا واحد تحقيق عاجل وعالي المستوى ده أنا بتكلم على أقيم وأقدم وأعرق وأعظم حضارة عرفتها البشرية بتعامل معاها على أنها سبط طماطم أدي واحد اتنين ألاقي أنه حتى هذه اللحظة يخرج عليها بيانة يتقال لي أصدام من قام الكورونا ما أنا ما فهمتش إعلقة الكورونا بالموضوع أنا قصتي فإنه ده حصل فيبقى لازم التحقيق ولازم المحاسبة ولازم الضمانة الحقيقية إنه ده لا يتكرر أبدا أبدا أما خلق أي أسباب أو مبررات الحقيقة لن تصبح مهضومة لن تصبح مهضومة أنا هنا مزيع بس بس بر هذا المبنى لي مهمة ما داخل البرلمان المصري وأنا أعيدكم إن أنا هتخذ الإجراء اللي يملي ضميري يملي علي ضميري اللي يرضي يرضيني أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام المهمة اللي أنا موجود لأجلها أشكرك جدا دكتور محمود حامد الحصري الخبير الأثري الكبير والمعروف طبعا مما لا شك فيه ده مش مجرد عتاب دي دعوة واضحة للتحقيق العاجل والفوري ولخلق ضمانات حقيقية إنه ده ما يتكررش ده أقل حتة قد كده يا جماعة لا تقدر بأثمان طيب الحكومة خدت قرار بإنها تعمل إجراءات واضحة معلنة مش عايزة سميها التقشف ولكن لخفض النفقات وتقليل النفقات بشكل ملحوظ تأجيل بعض المشروعات وقف تعقدات توقف عن شراء سيارات الركوب يعني الحكومة خدت خطة كده بتاعة ترشيد الإنفاق الحكومي وهذه القرارات هدفها الرئيسي واحد خفض الدين الخارجي اتنين شجع المنتج المحلي ودول أهم حاجتين معانا على التليفون سيارة المستشار محمد الحمصاني المتحدد باسم مجلس الوزراء المصري أهلا 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 سيارة المستشار أهلا بك يا فندم إزاي الصحة كله تمام الحمد لله يا فندم يعني عايزين نتكلم شوية عن الإجراءات اللي تم اتخاذها والإعلان عنها اليوم أبرزها يا فندم أو أهمها حتى أبرزها يا فندم أنه الحكومة بتسعى لترشيد الانفاق للسسمائي الجهات الدخلة في الموازنة العامة الدولة والهيئة العامة الاقتصادية الغرض هو خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الاقتصادية الرهنة وسعي الدولة لترشيد الانفاق طبعا للأولويات التي تضعها الدولة في المرحلة الحالية من أبرز القرارات التي اتخذت وقف المشروعات أو عدم البدء في أي مشروعات جديدة فيها العام الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء أيضا من ضمن الضوابط اللي تم اتخاذها عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي بيترسب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي أيضا من ضمن الأهداف اللي بيتعاليها القرار خض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ووضعا لإجراءات تنفيذية سيتم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فالقرار يتناول أيضا كما خبرتك أشرت موضوع عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30-6-2024 وبالتالي يعني هناك إيه المقصود بعدم شراء سيارات الركوب بساة المستشار سيارات الركوب لأجل استخدامات الحكومة أو لسيارات الركوب بشكل عام في مصر لا سيارات الحكومة يا فندم عدم يحنا القرار كله بيتحدث عن الجهات اللي دخلها في الموزنة العامة للدولة فهو بيتكلم على سيارات الحكومة جميل وبالتالي القرار هنا يعني القرار تضمن عديد من الإجراءات اللي كما ذكرت هدفهم ترشيد الإنطاق يعني في إطار الحرص على مراعاة أولويات المرحلة الحالية عظيم جدا يعني طيب هل في أي ملامح لمسألة إزاي هنقدر نشجع المنتج المحلي ده نحن دائما نتحدث عن التصدير رسالة المستشار وإحنا عاوزين نشجع التصدير والمصدرين والصادرات بس أنا الحقيقة يعني عندي وجملة دائما بقولها أنا عندي حاجات كتير جدا بنقول إنها منتج محلي تم الصنع ولكن هي تقريبا 60% من هذا المنتج هو وارد أجنبي مستورد هنعمل إيه ده يعني في الحقيقة النقطة اللي حديك ذكرتها هي نقطة هامة جدا لأنه يعني خلال الأيام الماضية وخلال نهاية الأسبوع الماضي دولة رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات فعلى فبيل المثال أحد الاجتماعات الهامة اللي تم عقدها هو اجتماع تمهيدي لانعقاد المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فقامة سيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التمهيدي أشار دولة رئيس الوزراء إلى أهمية دعم المنتج المحلي وأهمية مراعاة زيادة أو تعميق عملية الصناعة المحلية من أجل دعم المنتج المحلي وأكد كمان على ضرورة أننا يعني نعتمد على المنتج المحلي وندعم رفع مستوى جودته حتى يمكن تعميق الصناعة وخفض فطورة استراض فده جانب ده جانب في جانب آخر اجتماع آخر عقد أمس بهدف نوع من الشراكة إيجاد نوع من الشراكة ما بين الهيئة العامة للإستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء 11 منطقة حرة جديدة في المدن الجديدة الغرض منه هو إنشاء أو التركيز على الصناعات التي تخدم التصدير بغرض زيادة تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الواردات أو المتحصلات من العملة الأجنبية فالدولة بتوقوم بخطوات عديدة في هذا المجال وإن شاء الله هناك خطط موضوع ليعرضها على المجلس الأعلى للتصدير للمزيد من تعميق الصناعة يا مساحل يا رب وبالتوفيق فاندم وإن شاء الله كل الاتفاقات اللي كنا بنتكلم عليها حتى في أول حلقة تبقى بإذن الله يعني يتم التوقيع النهائي عليها ونفرح نشد على أيديكم كل الشكر سيادة مستشار محمد الحمصاني المتحدد بإسم مجلس الوزراء أنا عايز أطلب طلب الحقيقة من الحكومة وأعتقد أنه يعني هذا الطلب يذهب بالأساس لصديقي العزيز وزير الصناعة مونس أحمد سمير أنا عايز تشجيع لصناعات الصغيرة صناعات الصغيرة لا صناعات الصغيرة يعني أنا عايز مصانع صغيرة وورش صغيرة تشتغل طبعا بمعايير جودة يعني لكن مصانع الصواميل مصانع المصامير سواء إذا كان المصمر الشك ولا المصمر البورمة مصانع بتاعة البونطش الشينيور مصانع الورد مصانع الألسهات مصانع الشنابر مصانع الجوانات تعرف جوان وش سلندر؟ مصانع الجوانات يا جماعة احنا عندنا ورش بتعملها كده على الزغير وفي الديق بلدي بلدي يعني تروح كده عند الراجل يقعد يفصل لك الجوان وهو وانت قاعد قدامه لا أنا عايز مصانع في الزغير استثمارات صغيرة عبارة عن ورشة وما كانت خراطة والسلام عليكم ودمتم منكم وإليكم الحاجات دي تقلل تقلل الفاتورة الاسترادية طول ما أنا عندي هذه المصانع الصغيرة بقى على امتدادها دي اسمها صناعات مغزية مصانع مواسير مش عارف صلبة عشان كذا مصانع مواسير مش عارف يو بي في سي علشان كذا مصانع أنا عندي مصانع الكابلات طبعا كبيرة ما شاء الله يعني أنا بتكلم كمل استمر أنا عايزة أوسع أوسع النطاق بتاع الصناعات الصغيرة والصناعات المغزية فيبقى المكون المحلي بتاعي كميته أو نسبته كبيرة جوه المنتج تم الصنع لكن ما قولش أنا بصدر منتج تم الصنع بالقيمة الفلانية وجوه 60% مكونات مستوردة ما ينفعش إيه اللي يحول إن أنا أعمل مصنع مفكات معرفش إيه اللي يحول دون إن أنا أعمل مصنع مفتاح إنجليزي معرفش إيه اللي يحول إن أنا أعمل مصنع زراضيات وكماشات معرفش معناها سهلة دي حاجات مش محتاجة لتكنولوجيا ولا دياولو دي مسابك حتى مش مكان خراطة هتخش بعد كده على يعني أغلبها مسابك يتعامل فيها ساعة عمليات خرطة كده بسيطة مكان خراطة سي أنسي الزغير يعني بتاع الورش بيتوجد وقريب الدولارات هتبقى كتير هتعرف تجيب المكنة وبالمناسبة ألمانيا عندهم الألماندول أصلهم إيه بقى سقف العالم ولا دي إيه دول بيجي بعد أربع سنين ولكن المكنة دي قدمت معناها لقدمت ولا حاجة فتطرح للبيع وهي إيه ساكند هند مستعملة بس دي بقى اللي بجد استعمال طبيب آه لا دي احنا نجيب المكنة ده فيقف عنينا أرخص بس ما يقفش بقى في الدخول بتاعه في المينة وما يتقلش بس أصل الورقة اللي وما ده مش عارف مين والحج فلان والأستاذ علان وبسيد دخل يصلي وبسيد بيأكل سندويتش جيبنا رومي ننجز طيب المتحدة دائما تساعدني الحقيقة بالأخبار المتعلقة بالإنتاج الإعلامي والتطور اللي بيحصل في المتحد طيب المتحدة عندها ستراتيجي وضحة ومتسعة وطويلة الأمد عشان كده اسمها ستراتيجي هي رؤية الرؤية بتاعتها هي ايه؟ رؤية التحول الرقمي الإنتاج الرقمي تدعين بقى المشروع الجديد اللي احنا اتكلمنا عليه اتكلمنا على البودكاست فالمتحدة بإذن الله سبحانه وتعالى هتصبح أكبر مقدم للبودكاست في المنطقة بإذن الله أستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة تعاقد معه خالد عليش ومريهان عمر التقديم حلقات بودكاست بعنوان عرية طبعاً خالد يعني مبروك خالد ده من الناس اللي هو عارف يعني وانا عارف كمان هو يحبين يقديوها خالد ده من الناس اللي انا اعتبرهم يعني ايه من ولادي الكبار هتيجي تقولي بس انت حاجة أقولك خالد بقى تجربة تانية خالد أول ما قرر يشتغل مزيع فكتنا اللي بمتحله وأول ما بدأ يتمرن اتمرن معايا شهر زمان كنا في الراديو مع بعض في الجمه أفقام أخلوت هو يتذكر ذلك والراجل حقيقة دائماً ما يتحدث عن ده بكل خير يعني خالد موهبة مزهلة جداً 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 على الصعيد الإزاعي وعلى صعيد البودكاست فعلاً مش إزار فعلاً فأنا بتمنى كل التوفيق لخالد عليش ده بشكل شخصي بالتأكيد بتمنى كل التوفيق لشركتنا الأم الشركة المتحدة الشركة اللي بتبني أو بالأدق اللي بتستكمل تكتيكات استراتيجيتها استراتيجية جديدة استراتيجية لمخطبة كل الشرايح كل شرايح المجتمع كل فئاته العمرية أجيال جديدة بالتأكيد طالما كنا نتحدث عاوزين يا جماعة منتج إعلامي يتكلم مع الشبان الجدد الولاد الجدد العيال اللي قد عيالي دول لازم نتكلم إحنا لازم نتكلم معايا طبعا إحنا نازل زي حالاتي إحنا بتقع العبرامج الحوارية التي تسمى التوك شو إلى آخره لكن الولاد دول بيشوفوا حاجات تانية وبيتكلموا في مواضيع تانية وعندهم اهتمامات تانية طبعا بودكاست اللي هيعمله خالد ومريهان زوجته فهيتناول بشكل كومي دي بطبيعة الحل خالد عليش مما لا شك فيه تناولات مواضيع أسرية والعلاقة ما بين الزوج وزوجته والتحديات المشاكل الدحك الهزار الجد المواقف مواقف كتير جدا يفاجأ بها أحيانا الزوج المسكين والزوجة المسكينة برضو في بعض الأحوال بداية من أول ما بيتخط والشابكة والمهر والجهاز وتفاصيل حياتهم الزوجية والعيال في وقت من الأوقات إزاي يقدروا يبقى يعني يتجنبوا الخلافات وتبقى مجرد اختلافات في وجهات النظر التربية والثقافة المختلفة مجالات الشغل التي قد تكون مختلفة إن كانوا لتنين زملائنا يعني فكل من عليش ومريهان من خلال بالتأكيد مواقفهم اللي هيعملوها في البودكاست والمفارقات والتجارب الحية من واقع الحياة واللي كمان هيستضيفه فيها الكثير من الخبراء والمتخصصين وأنا عارف إنه خالد عليش هيقلب أي حوار لحوار كوميدي عنده قدرة مذهلة وغريبة خالد عليش لو قال لك صباح الخير هيقله لك بطريقة دحكك فعلا مش هزار فعلا يعني أنا مش عايز أروي مواقف بس خالد فعلا هو أصلي في الحكاية دي يعني هو مش بيتعمد إضحاكك ودي مشكلة حقيقية أو يعني ميزة حقيقية عند خالد بالتحديد يعني أنا أرسل أنا بحبه فعلا مش هزار خالد فعل هو أصلي الكوميديا عنده طلع من جوه فهو ما بيحاولش يضحكك وبيحاولش يفتع الموقف هو خالد تركبته كده وشخصيته كده وربنا يا رب يوفقه وهو ومريهان بإذن الله في البودكاست ويوفقنا جميعا كشركة الشركة المتحدة لأننا بتشرق بالتأكيد أن أنا يعني واحد من رجالتها ومزيعيها زي زملة كتير موجودين في هذه الشركة الكبيرة وزي ما بقولك أجماعة حقيقة هذه الشركة فعلا مش هزار بالحقيقة والأرقاط دي أكبر شركة للإنتاج الإعلامي في المنطقة العربية بأسرها هذه الشركة بتستثمر كل إمكانياتها كل طاقتها مادية كانت أو بشرية طاقات العقول علشان تقدر توصلك إلى أنه تقدر تتفرج على محتوى مختلف محتوى الحقيقة يرضي كافة الأدواق محتوى يرضي كافة الفئات العمرية كل الشرائح المجتمعية ولائق تاني ولائق ودي حاجة مهمة جدا طيب على كل أنا لازم أطلع بسرعة على فاصل ليه بقى علشان أنا بعد الفاصل عايز أتكلم في النووي آه النووي تعبير الدرج بتاع المصريين أخبار النووي المفاعلات النووية المفاعلات النووية بتاعتنا مشروع مصر العظيم لإنتاج الطاقة النووية مشروع بحثي مشروع لإنتاج الطاقة مشروع للتشغيل مشروع اقتصادي قصة كبيرة في حوار خاص شرفنا في داخل الستوديو دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المفاعلات النووية بجمهورية مصر العربية أهلا وسهلا أهلا 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 بحضراتكم يوم 23 يناير سنة 20-24 يوم مشهود في تاريخ مصر يمكن بخامة الرئيس بنفسه على اليوم ده أن هذا اليوم هيفضل محفور في ذكرتنا وفي تاريخنا بإذن الله هذا اليوم اللي كان أو اللي كنا فيه بنضع الصبة الخرصانية الأولى للمفاعل الرابع في المحطات بتاعتنا بتاعت الضبع إحنا بينوّرنا ويشرفنا جدا داخل الستوديو زي ما كنت بقول لحضراتكم دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أولا أهلا 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 بحضرتك وليه عظيم الشرف أهلا بيك فاندم الشرف لي سعيب أن أنا قابل سيادتك والسادة المشاهدين لا ده إحنا اللي سعدة ومتشرفين أولا لأنه إحنا بنتكلم على مشروع عظيم ثانيا أنا دائما أسعد وأتشرف بوجود العلماء الأجلاء الكبار فما بالنا بأنه دكتور أمجد الرجل اللي بيترقص هذه الهيئة العظيمة اللي أظنوها تنقلنا مكان تاني لكن هبدأ الأول بسؤال استهلالي شعور دكتور أمجد وهو يعني يأخذ الإشارة من الرئيس للبدء على طول فيه إن إحنا نحط الصبة الخرصانية بتاعتنا بتاعت المحطة الرابعة ورئيس موجود الرئيس فلاديمار بوتن رئيس رئيس الاتحادية عبر الفيديو كونفرنس حدث مهول وأظنه إحساس مختلف كان الإحساس إياه دكتور؟ حقيقة حالك بتعدني للاحظات سعيدة يعني مرت في حياتي ما فيش شك إن دي كانت لحظة مؤثرة جدا في حياتي استشعرت فيها الإحساس بالفخر الإحساس بالعزة الإحساس بالاعتزاز يمكن الفخر بحضور فخامة سيد رئيس الجمهورية سعد الفتاح السيسي وفخامة رئيس فلاديمار بوتن للاحتفال حضور دولة رئيس مجلس الوزراء لفيف من السادة الوزراء على رأسهم دبتور شاكر كبار جال الدولة كبار جال الدولة الروسية كلهم حضور وشهود لهذا الحدث فكان ده كله بيبعث الشعور بالفخر والشعور بالعزة العزة بالإنجاز إن ده إحنا بنضع الصب الخاصاني الأولى للوحدة النواية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشهوع ككل وانتقال جميع الوحدات إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى ما فيش شك إن ده بيعطي الإنسان الشعور بالعزة ثم الشعور بالاعتزاز لأن الحقيقة هذا الإنجاز لم يتم بأيادة روسية خالصة وإنما تم بمشعاكة مصرية من خلال التنفيذ تم بإشراف مصري ويمكن أنا أتذكر كلمات اللي أنا كنت بستأذن بها قلت أن أنا أقول على حضراتكم جميعاً بكل فخر وعزة واعتزاز تمام الاستعداد لبدء أعمال الصب الخاصاني الأولى فهذا هو المشاعر كان خريط المشاعر الفخر والعزة والاعتزاز والسعادة البلغة أنا أعتقد أن ده يوم خالي في تاريخ الأمة المصرية سيسجل بحروف من حيث الإنجاز عظيم من حيث الأصحى دكتور أنا مش عارف أقولك إيه يعني أنا أقعد عمال بسمع حضرتك وبعدين أقعد عمال بتأمل لو صح لي أن أنا أقول يعني ملامح حضرتك وعينيك في كم فرحة بادية جوه العينين وفي الملامح وحضرتك بتتكلم فرحة وفخر واعتزاز حقيقي واضح إلى أبعد الحدود وده هي خليني يمكن عايز أبدأ الحدودة من أولها إحنا كان عندنا برنامج طموح لأن إحنا يبقى فيه عندنا محطات نوية سلمية لإنتاج الطاقة ومحطات دحسية وده برنامج قديم بدأ زمان من إمتى ومش إزاي إحنا فعلا أنا أتفق بحاجة إحنا عندنا برنامج نوي قديم بدأ من منتصف القرن الماضي أو الألفية الماضية في عهد الرئيس والزعيم الخالد جمال عبد الناصر سنة 55 الحقيقة أنشأ لجنة الطاقة الزهرية سنة 55 تحولت إلى مؤسسة الطاقة الزهرية اللي أصبحت بما بعد هيئة الطاقة الزهرية الآن والحقيقة كانت مصر من دول التي أدركت أهمية الطاقة من منتصف خمسينات القرن الماضي وأنشأت قسم الهدسة النواية في جامعة إسكندرية سنة 63 وساهمت في إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الزهرية سنة 57 ثم تعاونت مع الاتحاد السوفيتي أنزاك لإنشاء مفاعل بحسي يعني مفاعل بحسي في أنشواز بخدرة 20 ميجا واط وتم يفتحه سنة 61 أول محاولة تمت لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة القرنية كان سنة 64 وكان من خلال المناقصة عالمية لإنشاء محطة صغيرة 150 ميجا واط في برج العرب وتحليط الماء بحدود 20 ألف متر مكعب لكن للأسف الشديد جاءت حرب 67 والنكسة لتوقف هذا وتصدل السطار على هذه المحاولة لكن لم يكن هذا الحلم ببعيد عن أزهان القادة المصريين بعد انتصاء أكتوبر بعام واحد سنة 1974 كانت المحاولة التانية لإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة في مصر وسنة 1974 كان فيه منقصة محدودة بين الشركات الأمريكية ودعيت لها الكسير من الشركات لإنشاء محطة في قدرة 600 ميجا واط كانت في سيد كرير في ذلك التوقيت ولكن مبالغة الجانب الأمريكي في طلب بعض الشهوط ورفض الدولة المصرية هذه الشهوط قدى إلى توقف المشروع مرة أخرى سنة 1978 المحاولة التالتة كانت في عهد رئيس حسن بارك سنة 1983 لو نلاحظ كده 64 بعد عشر سنوات 74 9 سنوات سنة 1983 دي كانت المحاولة التالتة كان في محاولة قبلها في 1979 مع فرنسا لكن كانت محاولة بسيطة لكن في 1983 في عهد رئيس حسن بارك كانت المحاولة التالتة وتم عمل بلقصة ودعوة شركات وكان المزمع إنشاء محطة بقدرة ألف ميجاوات كانت أيضا فيه الضبع ولكن جاءت حادثة فوكشيما سنة 1986 لتزدل استطرار على هذه المحاولات وتوقف البرنامج المصري ويظل فيه سبات لغاية عام 2007 في 2007 اتخذت مصر قرار استراتيجي بتبني برنامج نووي لإنشاء محطات نووية ولكن أيضا لم يحدث استقدم كبير على مصار البرنامج النووي لغاية عام 2014 في 2014 مع تولي رئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن سيادته إن مشروع المحطة نووية بالضبع أحد مشروعين قوميين بيتبنيهم سيادته بدأ فيه تحارك كبير في هذا المصار في 2014 تم توقيع اتفاقية البي دي اي أو تفريط مع روسيا الاتحادية تم دعوة خمس دول لإنشاء محطة نووية بالضبع كانت فرنسا وأمريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية طلقنا ثلاث عهود من ثلاث دول كان من الصين ومن روسيا ومن كوريا الجنوبية لكن تم دراسة في ذلك التوقيت كل العهود وجدنا أن المصار الروسي كان هو المصار الأفضل وتم اتخاذ الجانب الروسي كشريك استراتيجي ثم حصل تقدم كبير في هذا المضمار ولذلك نعتبر دائما أن التحرك بدأ من 2014 ونعتبر أن دي بداية وإحياء للبرنامج النووي مرة أخر الحقيقة حصل تقدم كبير جدا في 19 نوفمبر 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات اتفاقية مالية لتمويل المشروع اتفاقية فنية لبناء المحطة اتفاقية رقابية بنهاية الرقابة النوية المصرية ونظريتها الروسية وبدأ من ذلك التاريخ المشروع تقدم تباعا إلى أن دخل حيز النفاز في 11 ديسمبر 2017 لما نجي نشوف من 55 إلى 2017 نتكلم على حوالي 60 سنة المشروع النووي المصري ظل عالقا في أزهان القادة المصريين إلى أن تم إحياءه بالفعل في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي وحدث تقدم كبير في هذا المشروع وما زلنا نسير في خطوات متسرعة لتحقيق هذا الحلم الذي بيظل يراود المصريين عقودا طويلة يعني فعلا الحلم قعد يراودنا من سنة 55 لحد ما بقى عمليا النهاردة على الأرض في عندي هذه المحطة بتاعة الضبع ولما بنقول محطة لأنه هم أربع مفاعلات تمام صحي كده؟ بالزبط كده فين هنا توفرت إرادة سياسية شديدة الوضوح والإصرار على أنه المشروع يتم ويطلع ويظهر للنور وأنا بتذكر يمكن أنا يمكن مش عايز تقول لحياتك لكن بتذكر أنه كم من الناس اللي قاعدت تشكك والعادت تحت الإخوان وناس من بلد برة وناس من بلد جوة وبقينا النهاردة بنشوف حاجة قدامنا ظاهرة بادية للعيان وهنا يجي سؤال مهم جدا أنه إحنا يمكن في تصورات الناس اللي زي حالاتي كده من العامة أنه محطات الطاقة النهوية هتطلع كهرباء وكلام من ده لكن لما بنقعد نفكر أكيد أنه هناك الكثير من الإضافات للمجتمع والدولة المصرية بس مختلفة أو تزيد على مسئلة تويد الكهرباء تويد الكهرباء يبقى في قاعدة صناعية أكيد أكبر وأشمل وما إلى ذلك لكن هل لها تأثيرات أخرى على المجال البحثي المجال الصناعي توفير فرص العمل الاقتصاد المصري يمكن حاجة بتضع السؤال بتضع الإجابة فيه يعني أنا عاوز أقول لحاجة أن محطة الضبع النهوية دي بتقع في قلب تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة أنه رؤية مصر 2030 بتعتمد على ثلاث أبعاد البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي البعد البيئي وهناك عشر محاور لهذه الرؤية رؤية مصر 2030 بدءا من التنمية الاقتصادية مرورا بمحور الطاقة مرورا بمحور البحث العلمي والتكنولوجيا مرورا بكفاءة المؤسسات ثم العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية جميع المحاور العشرة الحقيقة بيتم تحقيقها أو المسامة في تحقيقها من خلال المحطة النهوية بالضبع لو نظرنا مثلا لأول محور عندنا في رؤية مصر 2030 وهو التنمية الاقتصادية ما فيه شك أن المحطة الضبع النهوية ستضيف الكثير إلى الاقتصاد المصري من خلال ما تنتجه من كهرباء موصوقة وآمنة ورخيصة السعر من خلال ما توفره من تقدم في صناعات وإدخال صناعات جديدة والارتقاء بمعايير الجودة في الصناعة المصرية حتى الصناعات القائمة من خلال ما توفره من فرص عمل ومن خلال ما توفره من وقود أحفور يمكن استغلاله في صناعات أخرى صناعات بيترو كيميائية أو حتى للتصدير من خلال التكنولوجيا والبحث العين فهي لا شك أن المحطة النهوية ستخدم على المحور الأساسي وهو محور التنمية الاقتصادية المحور التالي محور الطاقة ده فيه ارتباط وصيق بين محطة الضبع وبين محور الطاقة نحن نقول دايما أن الطاقة النهوية هي طاقة نظيفة خضراء موصوقة آمنة وتزيب من الاستقرار في شبكة القربية وسعرها منافس إذن بتخدم بشدة على محور الطاقة المحور التالي البحث العين كالحضر أشرت ما فيه شك أن وجود محطة نهوية ساهم في زيارة الدراسات والأبحاث المتبطة بالمجال النهوية وإحنا عندنا في مصر هيئة بحثية عظيمة هيئة الطاقة الزهية هيئة بحثية عظيمة هيئة المواد النهوية دول هيئتين بحثيتين بيقوموا بالكثير من الأبحاث بالإضافة إلى الجماعات المصرية ثم المحور كفاءة المؤسسات ما فيه شك أنه عشان أنا أستطيع إقارة برنامج نوي يبقى لازم أهتم برفع كفاءة المؤسسات والاهتمام بالحكمة والشفافية والمصداقية وبناء الثقة مع المجتمع كل ده بيخدم على محور على بعد واحد والبعد الاقتصادي بمحور الأربعة لو انتقلنا للبعد الثاني وهو مثلا البعد الاجتماعي بيبدأ بمحور العدالة الاجتماعية لفق بين رجل أو امرأة في الانتحاق بالعمل بالمحط النهوي الأساس هو الجدارة أنا عندي حوالي 20% من العاملين من اللسان وبالتالي هو بيساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع المحور التالي الصحة ثم التعليم ثم الثقافة لما بنتكلم عن الصحة ما فيش شك ان الطاقة النووية هي طاقة نظيفة خضراء تساعد على الحفاظ على البيئة وعلى الفرد وعلى المجتمع لما بنيجي نتكلم عن التعليم احنا انشأنا مدرسة الفنية بالضبعة عشان تخرج الكوادر الفنية لا تعمل فيه مشهور المحطة النوية بالضبعة هناك اهتمام اكثر بالبرامج التعليمية حتى في التعليم العالي يعني فيه قسم هندسة نووية في جامعة اسكندرية انشأة سنة 63 فيه هندسة نوية في جامعة روسية فيه تفكير في انشاء هندسات اخرى هندسات نوية ثم الثقافة الثقافة نوية دخلت مكون جديد في الثقافة المصرية لما يكن متعرف عليها الثقافة النوية بقى بعدها المختلفة الامد النووي الامان النووي كل دي عناصر جديدة بتخش في الثقافة المصرية لأول مرة وبيزيد الواعي يعني محطة نوية عن ايه طاقة نوية إيه هي المعايير المتبطة بيها إيه هي المزايا المتبطة بيها كل دعوان سهريت بيخش في الثقافة النوعية ثم المحور الأخير في رؤية مصر 2030 وهو البعد البيئي وده بيئة وتنمية عمرانية البيئة طاقة خضراء تم الاعتراب بها في الاتحاد الأوروبي في فباري 22 إن الطاقة النوعية طاقة خضراء تحافظ على البيئة والمجتمع والأفراد والمخلوقات كلها ثم التنمية العمرانية كوننا شايفنا يمكن النهضة العمرانية الواسعة اللي بيتم في الضبع في العالمين وفي الضبع وفي رأس الحكمة في تطور للبنية التحتية يستشعره الجميع المجتمع المحلي بيستشعر هذا التقدم وهذا التطور في البنية التحتية مدرس ومستشفيات وطرق كل ده بيساعد على الارتقاء بحياة وجودة الإنسان الماضي لو احنا بنا نتكلم على أهداف التنمية المستدامة لا أنا بغتقي بجودة الحياة توفير طاقة كهربية رقيصة مأمونة بغتقي بجودة تعليم بغتقي بالمساواة والاندماج بغتقي بالأمن بمفهوم الواسع أمن الطاقة الكربية بغتقي بالمكانة الريادية المكانة الريادية لا تستحقها مصري في هذا المجال فالحقيقة أنا عاوز أقول أن المحطة النوية هي تقع في قلب أهداف التنمية المستدامة التمانية في رؤية مصر 30 بمحورها العشرة بأبعدها الثلاثة ولذلك أنا دايما مؤمن بأهمية وقيمة هذا المشروع العملاق القومي العملاق إحنا بغتنا بحضراتكم والله العظيم أنا عايزة أستأذن أروح للفاصل وعايزة أرجع بعض للفاصل حقا قلت جملة مهمة جدا متعلقة بأنه هذه الطاقة زي ما هي نظيفة ومستدامة بقدر ما أيضا هي طاقة رخيصة تثمن إذا ما قرنت بالطرق الأخرى لإنتاج الطاقة فأنا عايزة أفهم الحتة دي حتى تطمئن قلوب الجماهير زي ما بيتقال المصريين يوم 23 معدلات البحث على جوجل على مسألة الطاقة إحنا كنا كلنا نعرفه يقولوا لنا إيه مثلا قلب المفاعل عليها أن يجد مصدرا للتبريد فيجب أن يكون قريبا من المياه ده كانت أخر معلوماتي على الألع بعد شوية لإنا بقى إنا هرفتنا ده كان في جيل أول وجيل تاني وجيل تالت ومعاملات الأمان بقى إنا بنتعلم من مجرد هذا الافتتاح العظيم هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية استنونا ترجمة نانسي قنقر 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 نجد معامل الساعة في حدود 20 لا يزيد عن 25% طاقة الرياح معامل الساعة 40% 42% لكن لما ننظر إلى الطاقة نوية معامل الساعة بيصل إلى أكتر من 90% 93% 95% فجميع الطاقات متكاملة مع بعضها وأن المهم بمكانه تنويع مصادر الطاقة والبحث عن المزيج الأمثل أما الساعة فإحنا بنتجي نتكلم على مقاونة الأسار إحنا بنتكلم على محطة عمرها 60 سنة يمكن مده إلى 80 سنة فبالتالي نجي نقارن التكلفة الابتدائية وأده دايما يؤخذ الإكتر بيان يعني دايما يقارن التكلفة الابتدائية التكلفة الابتدائية إحنا بنتكلم على محطة عمرها يصل إلى 10000 60 سنة يمكن مده إلى 80 ثم مده إلى 100 ومحطة 25 سنة إلى 30 سنة فبالتالي التكلفة الابتدائية عند الأخذ في المقاونة بتبدو أن المحطة النوية دي يعني غالية بالنسبة لإتمثالة الطاقة الأخرى. أيضا تكلفة الوقود. إحنا بنتكلم على أن تكلفة الوقود في المحطات هنا لا يمثل أكتر من 5 إلى 10% من تكلفة كيلوات سعة. في حين أن المحطات الأحفورية تعتمد على الراز أو البترول أو خلافه. دي بنجد أن تكلفة الوقود فيها بيصل إلى 70% إلى 70% وهناك في التزابس بشديد في أسعار الوقود. حتى الطاقة الشمسية وطاقة رياح. أنا كما وضحت علىك الشمس 11% تريد. ورياح تهب وتسكن. فبالتالي لا تستطيع أنك أنت تضحص على الطاقة تبقى لتغير الأحمال عندك. وبالتالي يجب أن تكون هناك عندك مصادر أخرى للطاقة تعمل كباز لود يونيت أو تعمل على الحمد الأساسي. وظيفتها حماية الاستقار والاستبالي في الشبكة. وظيفتها زيلة الموسوقية أو الاناجي سيكورتي الخاصة بالشبكة الكرهبية. فما فيه شك أن كل المصادر تتكامل. الطاقة النووية ليست مصدر فقط لإنتاج الكرهبية. وإنما أوضحت حطات النووية تلعب دور كبير جدا في الاقتصاد. لا يمكن لأي دولة مهتزة سياسيا أو مهتر اقتصاديا أنها تبني محط نووية بيستمر بناء عشر سنوات. فده بيؤدي إلى الثقة في الاقتصاد. لا يمكن لأي دولة أنها تستطيع إدارة مشروع نووي ما لم تملك الكوادر البشرية القدر على الإدارة. ده بيدي ثقة في الدولة. أيضا توفير مصادر الطاقة الإحفورية والمصادر الأخرى لإستخدامات زي الإستخدامات البيئة وكيميائية. يعني احنا بقول أن محطة الضبع نوية تستطيع توفيع ما يعادل سبعة مليار متر مكعب من الرغاس. سبعة مليار متر مكعب من الرغاس. كل ده تستطيع أن توفيره محطة الطاقة النوية. تستطيع تجنب يعني انبعاث خمستاشر مليون طن من سنوكسيد الكربون. أنا مش عاوز أقول كمال. أنا بكلم على الأحمال البيئية. طبعا. لأن هنا في بعض بيئي يدخل معنا. في بعض تكنولوجيا يدخل معنا. في بعض صناعي يدخل معنا. في بعض ال�ثقة في الاقتصاد يدخل معنا. فهي المحطة النوية من وجهة نظر الاقتصاد. هناك جدوة اقتصادية لإنشاء محطة نوية. هناك دراسات اقتصادية تحدث بصفة مستمرة. يعني احنا في بداية كل عام بنحدث الدراسة. وعندما تطلب الأمور بنحدث الدراسة الاقتصادية للمشروع نوي للتأكد من جدواء الاقتصادية لكن المشروع النووي يجب العدم النظر عليه كمشروع فقط لإنتاج الطاقة عمية وإنما هو قاطرة بتجرى الصناعة بتدخل صناعات جديدة بترفع مستوى الصناعة ومعيير الجودة في الدولة بتدخل تكنولوجيات جديدة بتعطي ثقة في الاقتصاد، بتعطي ثقة في الدولة متؤكد ريادة للدولة المستية في هذا المجال فالأبعاد أكبر بالكسية من البعض الاقتصادي أو البعض البيئي أو البعض التكنولوجي هي أبعاد متعددة بتخدم عليها وتعملها تحقيقها المحطة النووية طب بما نحن كلمنا عن البعد البيئي فنحن الناس العاديين البسطاء في هذا المجتمع دايما هيبقى فيه عندنا الهواجس المشهورة محطة طاقة نووية يا خبر بيض وعلى البحر طب هيحصل إيه في مية البحر على السواحل المصرية وهيحصل إيه في الأرض المحيطة بعادي المحطات ويطرها يطرده هيأثر على المشروعات الزراعية اللي بتتعمل هناك وتصبح الخضروات والفواكه ملوسة بالشعار في إيه يعني وبيغازي دايما العيل بتعبلت بره لا أنا عاوزة أتمن حضارك وبطب من الشعب المصي كله إحنا التكنولوجيا المستخدمة في محطة طبعا هي من الجيل السالس المطور أو الجيل السالس المتقدم أو الجيل السالس المتطور يعني جنيشان سي بلس وهذا الجيل بيتميز بأعلى معيير الأمان النووي يعني عاوزة أقول لحضارك أن المحطة هي لها وعاء مزدورة جدهان يستطيع تحمل صدام طائرة وزنها ربعمية طن بتسير بسرعة 150 متر على الثانية يستطيع تحمل تسنامي حتى 14 متر يتحمل موجات انفجارية حتى 14 كيلو ماسكال يتحمل عجلة زلزالية حتى 3 من 10 من قيمة العجلة الجزيمية الأرضية يتحمل الأعصير مزود بكل وسائل الأمان التكرارية الدفاع في العمق أنظمة أمان لا تحتاج إلى مصادة قربة مثل أنظمة الأمان السلبية تعتمد على عجلة الجزيمية الأرضية والحركة الطبيعية للسوائل فهي تتميز بأعلى درجات الأمان احتمالت انصار قلب المفاعل واحد على 10 مليون مفاعل سنة يعني لو عندي 10 مليون مفاعل شغلين لمدة عام باحتمال أن يحصل بس فيه ومعض في قلب المفاعل مفاعل واحد ده هو الأعلى من حيث التكنولوجيا الأعلى من حيث الأمان مزود بمصادة قلب المفاعل اللي احنا يمكن احتفلنا بترتيب مصادة قلب المفاعل أول كان فيه 6 أكتوبر من العام الماضي ومصادة قلب المفاعل الوحدة التانية في 19 نوفمبر معيد الطاقة النووي الحقيقة احنا عندنا رعينا في هذا المفاعل أن يكون الأعلى من حيث وسائل الأمان وهو الأعلى تكنولوجيا وهو أعلى تكنولوجيا يمكن تصدرها في الوقت الحالي وعلى سؤال كده أبا طام من الشعب المصري أن الحقيقة إحنا رأينا كل يعني عوامل الأمان وهو المفاعل آمن جدا جدا وحتى السكنة بدوار المفاعلات النوية هي السكنة آمنة ولا تختلف عن السكن في أي مكان آخر بالعكس بل أن البيئة تكون أكثر يعني نظافة من البيئات الأخرى نظرا لإنخفاض سنويسيد الكربون نحن أعلم أحداك أن المفاعلات النوية تقارن في انبعاثات الكربون بمحطات أريح فقط يعني حتى لما بنيجي نتكلم على عمر أو اللايف سايكل بتاعة مصدر الطاقة فبنلاقي أن الطاقة النوية تقارن بطاقات الرياح يمكن حتى الطاقة الشمسية ينبعث منها من ضعفين إلى أربع أضعاف كمية سنويسيد الكربون اللي ينبعث من الطاقة النوية لما بنيجي نبص على الغاز الطبيعي 30 ضعف إنبعاثات سنويسيد الكربون لما بنيجي نبص على الفحم 70 ضعف على البترول 60 ضعف فبالتالي الطاقة النوية هي الطاقة الأنظف تقارن دائما بطاقة الرياح من حيث نظافة البيئة والحفاظ على البيئة وتجنب من بعث سنويسيد الكربون طيب أنا هستأذى نروح للفاصل للأخير ونرجع بعد الفاصل برضو مهم عندي أن أنا أعرف خططنا المستقبلية إيه ماذا بعد إن شاء الله هذه المفاعلات ويمكن برضو هيخدنا الكلام على وإمتى هتخش الخدمة تباعا يعني أظن مش الأربعة هيخش بره واحدة هيخش الخدمة بدءا من إمتى إن شاء الله والخطة المستقبلية بتاعتنا هتبقى عاملة إزاي وأخيرا عندي سؤال متعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هقوله حضرتك ولكن بعد الفاصل خليكم معنا طيب وكان عندنا طبعا حديث لن نفسح عنه دلوقتي على الإطلاق لأنه كان حديثا جانبيا متعلق بشخص المتواضع لكن كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية وكنت بتكلم دكتور علا أو كنت بتساءل علا إحنا هنبدأ إن شاء الله نخش الخدمة إمتى يعني المحطة بتاعتنا بتاعت الضبعة وخططنا المستقبلية إيه طمعا الحقيقة بالنسبة لدخول الوحدات النووية في الوحدات النوية ستدخل تباعا بدءا من ستمبر 28 الوحدة النوية الأولى ثم بعدها بستة أشهر الوحدة النوية الثانية ثم بعدها بستة أشهر الوحدة النوية الثالثة وتدخل الوحدة الرابعة والأخيرة إن شاء الله في المحطة النووية الأولى في فبراير من عام 2030 مع دخول الوحدة الرابعة يبقى احنا كده انجزنا المحطة النووية الاولى والكائنة في موقع الضبع طب ماذا بعد هل احنا بنتكلم عن محطة الضبع النووية فقط لا احنا مصر مصر دولة عظيمة لها ريادة في هذا المجال دائما نتحدث في مصر عن برنامج نووي طموح يبدأ بمحطة الضبع النووية ولا ينتهي بمحطة الضبع النووية محطة الضبع النووية هي المحطة الاولى موقع الضبع الحياة بتتسع لاربع وحدات اخرى كبيرة في الجهة الشرقية بالاضافة ان احنا بيتم عمل دراسات حاليا لاضافة بعض الوحدات النووية المعيرية الصغيرة يبقى بنتكلم على موقع محطة النووية بالضبع اربع وحدات جاري انشاءهم اربع وحدات مستقبليين بالاضافة الى عدد من الوحدات النووية الصغيرة ايضا سيتم دراسة كيفية امكانية زيادة عدد الوحدات من 8 الى 10 مستقبلا ده بالنسبة لموقع المحطة النووية بالضبع هل احنا بنتكلم على مشروع؟ لا احنا بنتكلم على برنامج نووي طموح يبدأ بالمحطة النووية الأولى المكونة من أربع وحدة يعني الضبع محتمل بأمر إلا أنها تستكمل حتى عشر وحدات مش بس الأربع إن شاء الله احنا عندنا في خطط واضحة حتى ثمان وحدات نووية كبيرة ولكن بندرس الآن كيفية إمكانية زيارة هذه الوحدات إلى عشر وحدات أيضا إمكانية إضافة بعض الوحدات المعيارية الصغيرة طب ده بالنسبة لموقع الضبع هل هناك موقع أخرى؟ احنا قامت هناك بدراسة تمنتاشر موقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط وغيرها من الموقع وجدنا هناك أن هناك جدوى من عدد اتنين موقع ده جاري استكمال الدراسات الخاصة بهم كل موقع يتسع إلى عدد أربع إلى تمن وحدات وبالتالي نحن نتحدث على برنامج نووي طبوح جدا وعلى إمكانية زيارة الطاقة النووية بقدرات كبيرة في المستقبل إن شاء الله المحطات النووية زي ما حالك عارف هي مش محطات يمكن إنشاءها في عام أو اثنين أو ثلاثة نبنتكلم على محطة النووية بتمر بثلاث مراحل مرحلة ما قبل الإنشاء أو المرحلة التحضرية ودي مدتها من سنتين ونصف إلى أربع سنوات ودي بيتم فيها تبادل كافة المعلومات ويتم فيها أعداد الوصائق الخاصة بإذن قبول الموقع يتم أعداد الوصائق الخاصة بإذن الإنشاء في وصيقة واحدة مثلاً تقيق الأمان الأولي مئة ألف صفحة وبالتالي نحن نحتاج إلى مدة من عامين إلى أربع أعوام قبل بدء المرحلة الخاصة بالإنشاءات يمكن المرحلة في اللي أنا بكلم عن الوحدة النووية الرابعة المرحلة التحضرية انتهت في 23 ناير ودخلنا مرحلة الإنشاءات الكبرى مدتها خمس أعوام ونصف بيتم فيها تشهيد المفاعل وتركيب كل المعدات وجميع أجهزة الأمان والاستعداد لمرحلة الإختبارات ثم مرحلة الإختبارات بيتبقى حوالي مدة عام فبالتالي الوحدة لما نجي نبص كده أربع أعوام مرحلة من قبل الإنشاءات ومرحلات عدرية خمس أعوام ونصف مرحلة إنشاءات كبرى ثم عام إختبارات بنتكلم على حوالي عشر سنين ونصف فبالتالي إنشاء المحطات النووية بيستهلك مدة زمنية كبيرة ولكن المشروع ينتد عمره إلى ما يقارب القرن ستين سنة يمكن مده لتمانين ثم إلى مئة سنة فبالتالي هي علاقة أبدية بتعبط ما بين الدول وبعضها إن شاء المحطة النووية بيمد جسور العلاقات ما بين مصر وروسيا لمدة قرن من الزمان هذا الأمر بيبقى بالرأهمية للاعلاقات ما بين الدول وبعضها البعض الدولة المصددة للتكنولوجيا والدولة المستقبلة أيضا للتكنولوجيا النووية يمكن ده جزء برضه من السؤال وهذاك شرحت لي على مسألة إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كان بيحضر طبعا مع فخمة رئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أو الصب الخرصانية الأولى قلت لي يا يوسف ده غرف فيه يعني بناء المحطات النووية إنه رئيس الدولة زائد رئيس الدولة التي نأخذ منها التكنولوجيا لكن كلفت لنظري جدا الكلام اللي افتتح به الرئيس الروسي يعني اتكلم على الصداقة اتكلم على الشراكة اتكلم على العلاقة الطويلة اللي ما بين روسيا ومصر من وقت الاتحاد السوفيتي وحتى هذه اللحظة إلى آخره إلا إنه أنا استشفيت لاحظت تلمست إنه لدينا شيء مختلف مش عارف أحط إيدي عليه ولكن رئيس الروسي فلاديمير بوتن وهو يتحدث واضح عنده إنه هو سعيد بهذه الشراكة مع مصر في هذه المحطات تشعر أنه سعيد بهذه العلاقات المتميزة اللي ما بين مصر وروسيا من 14 لحد دلوقتي مش بس العلاقات الأديمة أنا يا حياء أتفق مع حضرتك طبعا لأن الأحياء زي ما وضحت أن العلاقة في إنشاء محطة نورية هي علاقة تمتد لقارن من الزمان إنشاء المحطة نورية واكتمالها في عام 2030 ثم العمر الافتراضي 60 عام 2090 ثم مد العمر الافتراضي حتى 2010 ثم مد مرة أخرى حتى عام 2030 بنتكلم من عام يعني 2030 حتى 2130 هذه علاقة ممتدة قارن من الزمان بتجمع بين الدول و بعضها البعض والحقيقة العلاقات ما بين مصر وروسيا لم تبدأ مع المشروع المحطة النورية وأعتقد أن هذا أمتداد طبيعي للعلاقات الوطيدة ما بين القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الوطيدة بين الشعبين للاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا والحقيقة اختيارنا للجانب روسيا كان اختيار موفق لأن روسيا تملك كل عناصر التكنولوجيا النووية بالإضافة أنها دولة عصنة تستطيع أنها تساعد مصر بشكل كبير جدا في بناء كوادرها وإحنا حرسين جدا على بناء الكوادر التي تعمل في المشروع النووي لأن المشروع بالنسبة لنا هذا مشروع قومي يعني المشغل هو العامل المصري والمصين هو العامل المصري والمطور مستقبلا هو العامل المصري فهناك اهتمام بالر بكوادر البشرية المصرية وبتدريبها وبانتقاءها لبناء محطة نوية وتجريلها وإضافتها كأحسن ما يكون قلت لي حتى أنه هناك خمس مراحل لقبول أي كدر داخل يشتغل معانا في المحطات بتاعة الضبعة وحتى المحطة قلتهم لي فهي يعني مش خمس مراحل وفي الآخر بنقرر ده لما نبقى ننجح في المرحلة الأولى نتأهل للتانية وهكذا تباعا يعني فلترة وفرز مزهل الحقيقة احنا في المحطات النوية نهتم بانتقاء الكوادر البشرية بشكل يعني دقيق جدا وأي حقيقة يعني متقدم يرجو العمل في هيئة المحطات النوية بيمر بمجموعة من المراحل يعني لو كان مثلا بنتكلم على مهندس يهيد العمل في هيئة المحطات النوية فبيمر بعدة مراحل المراحل اللي هي استفاء الأوراق والشغوط شرط الوظيفة ثم اختبار فني تخصصي يجب أن يكتازه حتى يعبر إلى الاختبار التالي ثم اختبار الوانجليزية في أحد الجهات المتخصصة ثم اختبار في الحاسب الآلي تبقى لتخصصه ثم اختبار قياس السمات الشخصية لأن احنا بنقيص عدة سمات القضاء العمل تحت ضارط القضاء على مقاومة الانحراف الولاء والانتماء القضاء على الابتكار القضاء على التعبير يجب أن احنا كلنا شفنا العامل في محطة زبروجيا في أوكرانيا وهو يعمل تحت ضارط وتحت غزو ولمدة أكتر من 48 ساعة يعني دون أي خطأ فبالتالي نحن نطلب عينات ويعني موازلين بنمازج وبصفات محددة ثم بعد الاختبار النفسي بتكون فيه اختبار مواجهة والاختبار دخول أي اختبار له شرط أن تكتازي الاختبار الصابق له يعني الدخول الاختبار التالي لا يكون إلا باكتياز الاختبار الصابق بعد كل هذا وبعد التحقق الأمن وبعد الكشف الطبي يلتحق الحياة المتقدم للعمل بالهياة لمدة 6 أشهر تحت الاختبار وبعد اكتياز مدة الاختبار بالضبع يتم تعيين العمل للعمل بالهياة مهم جدا انتقاء العمل والكادر البشري وتطويره وتدريبه وأنا بكلم حضراتي دلوقتي في 130 مهندس مصري بيتضربوا في رسل الاتحادية على أعمال التجريب والصيانة ويمكن قبل نهاية العام سنصل إلى 360 فالحقيقة فيه هناك اهتمام بالغ بأعمال التدريب تدريب دخلي وتدريب خارجي وتدريب من خلال العقود سندرب من خلال العقود أكتر من 2150 متدرب على أعمال الصيانة والتجريب وخلافهم وقبل أولادنا أنا مش عالف أشكرك إزاها دكتور نورتني وشرفتني وأشكرك على وقتك اللي دتهلنا وشكرا جدا على هذا الحوار الرائع اللي يعني استفدنا به إلى أبعد الحدود كل التوفيق من قلوبنا كلنا 106 مليون مصري كل التوفيق أشكرك جدا دكتور أشكرك جدا دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووي هذا كلام لا يجب أن يتوقف أبدا لا مش هيتوقف حتى في 2030 ده نحن نسا نكملين لحد سنة إن شاء الله 100 سنة يعني احنا نتكلم في 2130 يدلكم بقى الصحة والعمر وللأجيال القادمة قولوا إن شاء الله خلص الكلام النهاردة لكن مستمرين بأمر الله شوية ويكون موجود معنا كريم رمزي منور برنامجه رقم 10 أما احنا لو كلنا العمر فهنجيلكم بكرة في نفس المعاد إن شاء الله بإذن الله وسوف نشهد انخفاضا جديدا في الدولار بكرة برضو وهكذا مستمر عندناش هزار لو كده العمر في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة